النهار ده كان فيه جولة مهمة جدا بقدر ما هي موسعة بقدر ما هي شديدة الأهمية عملها دولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة بورسعيد ومحافظة دومياط حلو؟ طيب النهار ده الدكتور مصطفى مدبولي افتتح كبري دومياط التاريخي في مدينة دومياط الكبري ده بالتحديد يعني والدتي وخلاني عائلتنا لأن أنا والدتي دومياطين عائلتنا كان بيتهم على النصية يطل على هذا الكبري التاريخي العظيم أنا زلت وأنا صغير جدا قد كده هم طبعا أنا عائلة والدتي انتقلوا للحياة في القاهرة أظن سنة 63 أو 64 لو أنا متذكر الخبر التاريخي مظبوط ماما تبقى تصححني بقى هتبعتلي دلوقتي أو هتكلم هتلقني تقولي سنة كذا يا يوسف ربنا يا ربي اديها الصح فالكبري ده بالنسبة لي مهم جدا ليه لأنه مرتبط شوية بعائلتي بس الكبري ده مهم لينا كلنا اللي عندهم جزور دومياطية زي حالتي كده عندي نص دومياطي والي هي هذا الفخر فنلاقي إن الكبري ده بيتم تجديده وإزاحة السطار إزانا بفتتاح الكبري مرة تانية قدام الناس ده الكبري اللي تبنى على نفس النصق اللي تبنى بيه كبري بولاء بالمناسبة واللي تبنى بيه برج إيفال اللي عمله جستاف إيفال اللي هو عمل الكبري بتاعنا زمان بتاع كبري بولاء أبو العيلة اللي كان بيربط ما بين بولاء وما بين الزمالك طيب دولة رئيس الوزراء أكد على إيه أكد على حرص الدولة وده مهم يا جماعة وبالمناسبة نعايز أقول لك حاجة الدكتور مصطفى مدبولي من أكتر 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 الناس اللي مهتمة جدا بمسألة إعادة كل ما كان أو كل ما هو جميل إلى سابق عهده الأول يعني وكأنه لسه جديد يعني ما تيجي تشوف بيعمل إيه في القنارة التاريخية لما تيجي تشوف بيعمل إيه في بورسعيد دكتور مصطفى مدبولي هو شخصيا غوة وده بالمناسبة اللي أنا سمعته كمان من كثير من الناس اللي تعاملت معاه على مدار يمكن عشرين تلاتين اربعين سنة فاتوا هو شخصيا مهتمة بالحاجات دي والله العظيم مش مجاملة يعني هذا الرجل من عبقرة التطوير واسمه كبير اسمه كبير مش بس عندنا في مصر ومش بس عندنا في المنطقة العربية ده اسم كبير قوي في مسألة التخطيط دي هرجعك على حرص الدكتور مصطفى وحرص الدولة المضلة الكبيرة التي تجمعنا جميعا الدولة ما بينقصين بقى الجمهورية الجديدة على التطوير إعادة التأهيل لكل المواقع التاريخية والأسرية في كل أرجاء جمهورية مصر العربية ليه؟ علشان المواقع التاريخية دي هي سروة حقيقية بتاعتنا ده جزء من إلثنا الثقافي جزء من التراكم الثقافي والحضاري بتاعنا فحقيقي من حقنا أن احنا نفتخر بيها ونعيدها إلى بهاها الأول وحقيقي من حقنا أن احنا نحولها إلى وجهات سياحية جاذبة لأنه ده بيعزز القيمة الحضارية للدولة لما باجي جدة كبري زي ده أنا كده بحط دميات على خرط السياح ما تبقاش دميات هي صناعة الأساس دميات هي عزبة البرج والسمك والصناعة المتعلقة بيه ما تبقاش دميات هي مينة دميات ما تبقاش دميات هي إسالة الغاز أو مركز الغاز المسلم من ضمن مركز المصري زيها زي إيدكم لا ده دميات كمان لما حطها على خريطة السياحة أنا بخلق قيم مضافة تستحقها دميات وتستحقها مصر خلال جولة دولة رئيس الوزراء في موقع الكبري لو حضراتكم خدتوا بالكم كان بيتصفح كتيب عن أهمية الكبري ده وتعامل فيلم تسجيلي عن تاريخ هذا الكبري بالمناسبة اللي اتنقل لدميات أصلا سنة 27 هو ما تصنعش وتحط هناك على طول هو اتعامل هنا في القاهرة ثم نقله إلى دميات سنة 27 طبعا ده واحد من أقدم الكباري اللي موجودة على مستوى العالم الكباري اللي هي الكباري الحديدية دي هو تبنى سنة 1890 كان عند مبابا وبعد كده اتنقل على دميات سنة 27 ده نفس تاريخ بالمناسبة انشاؤه وبناءه وتصنيعه نفس التاريخ بتاع بناء برج إيفال في باريس جستاف إيفال بانطقة مزبوط كده كماني بالكلمة فرنسية ويساعة كده جستاف إيفال طيب